موسيقى نشت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار وابرز عنوينها ارتفاع حصلة شبكات قوات عملية البنيان المصوص وما يعرف بتنظيم الدولة الاثنين عشر قتيلة وستة وثلاثين جريحا وغرفة العمليات الخاصة تعلن الحدود لذارية لسرس منطقة عسكرية الطيران التابع لعملية الكرامة يقصف جميع محاور القتال ببنغازي وطائرات دون طيار تحلق فوق مناطق الاجورشا وبوسنيب وغنفودة فيزا سراج يقول انه لن يتم استبعاد اي شخص من الجيش الوطني مادم يطبع للسلطة السياسية المركزية ويؤكد ماليبيين هم الذين سيقضون على ما يعرف بتنظيم الدولة اكد الناتق باسم مستشفى مصرات المركزية عبدالعزيز عيسى ان المستشفى استقبل منذ يوم الخميس اثني عشر قتيلا وستة وثلاثين جريحا في صفوف عملية البنيان المرصوص اثر الاشتباكات الدائرة بالقرب من مدينة سر ضد ما يعرف بتنظيم الدولة واضف عيسى لقناة ليبيا لكل الاحرار ان قتيلا واربعة جرحا وصلوا مساء الجمعة على مستشفى مصرات المركزي واضح عضو المركز الاعلامي لغرفة العمريات الخاصة التي شكلها المجلس رياسي ابو بكر مصطفى ان الاشتباكات دارت في منطقة العتعة والطريق الساحل بوابة السبع تاش اكدت غرفة العمريات الخاصة التي شكلها المجلس رياسي ان الحدود الادارية لمدينة سر تعتبر منطقة عسكرية ودعت جميع المواطنين الى عدم البقاء فيها او المرور بها واضحت الغرفة في صفحتها الرسمية على فيسبوك ان مناطق سر تا المدينة والغربيات والظهير والقبيبة ومراح وبهادي والعتعة ومطار الجردابية وضواحيه كلها مناطق عسكرية حققت قوات عمريات البنيان المرصوصة تقدما باتجاه منطقتين بهادي وقاعدة الجردابية وقالت غرفة العمريات الخاصة على موقعها بالتليجرام ان اثنين من قواتها استشهداء وجرح اربعة اخرون لافتة الى ان الاصابات كانت خفيفة واضفت غرفة العمريات ان احد افراد سرية الهندسة العسكرية صديطا قضى جراء انفجار لغم ارضي بمدينة سر ته لا تزال قوات عمليات البنيان المرصوص تتقدم نحو اهدافها في سر ت حيث تمكنت من تحرير مناطق عدة ودخلت الحدود الادارية للمدينة اخر التطورات تفيد بسيطرة قوات البنيان المرصوص على المحطة البخارية سر ت وقد اوضحت غرفة العمليات الخاصة التي شكلها المجلس الرئاسي انها تحقق نجاحا كبيرا على الارض ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في المناطق المفتوحة مشيرة الى ان قواتها تواجه صعوبة في التعامل مع السيارات المفخخة القادمة عبر مفترقات الطرق العدو من ناحية افراده او مشات في كل المواجهات معه نجحنا مية في المية والمنطقة المفتوحة كانت سهلة لنا بامتياز غرفة العمليات اكدت ايضا ان الحدود الادارية لمدينة سر تعتبر منطقة عسكرية داعية الجميع المواطنين الى عدم البقاء فيها او المرور بها على صعيد اخر افاد عضو غرفة عمليات الطوارئ بالقوات الجوية العميد مختار فكرون بان القوات الجوية شنت اكثر من اربعمائة طلعة قتالية خلال الفترة الماضية مؤكدا سقوط طائرة مقاتلة الخميس ونجاة قائدها فعلا عندنا طيارة سقطت السقوط الى حد الان التحقيقات جارية غير معروف الاسباب قد يكون عطل فني او اصابة نحن في حرب والحرب والد فيها هذه الخسائر وبدخول قوات البنيان المرصوص الى الحدود الادارية لسرط يرى مراقبون انه يجب تمكين هذه القوات من دعم عسكري نوعي قصد دحر ما يعرف بتنظيم الدولة الذي قد يلجأ اذا اشتد عليه الحصار داخل المدينة الى تطبيق حرب الشوارع والتحسن في المناطق السكنية افاد رئيس المجلس المحلي سرطة عبدالفتاح الصيوي لبعودة الحياة الى المناطق التي تم تحريرها من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة مؤخرا ورجوع الهالي لمساكنهم وعوضح الصيوي لقناة ليبيا لكل الاحرار انه قام الخميسة بجولة تفقدية رفقة مدير امن سلطة العقيدة نوريا دايكي لمراكز الشرطة والمحاكم بمناطق ابو جرين وزمزم والقداحية بعد تأمينها بهدف تقييم حجم الدمار وعمريات التخريب والنهب ليذكرنا مديرية امن سلطة طالبت منتسبها في المناطق التي حررت مؤخرا بسرعة الالتحاق بعمالهم من اجل القيام بواجبهم في بسط الامنة وقال رئيس الفرع البلدية بوغرين محمد الجالين حوالي 2500 عائلة رجعت الى البلدية بعد تحريرها في 29 مايو الماضي مؤكدا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل عودة نازحية بوغرين الى المنطقة اخذ الترتيبات اللازمة لتواجدهم هناك من تمشيط المنطقة من قبل فرقة الهندسة من لزالة للغام والمفخات واعداد الترتيبات لتواجد الخدمات الاساسية للحياة من اصلاح لشبكات الكهرباء التي تم تلفها من قبل تنظيم داعش وايضا اصلاح شبكة المياه وإصالها لكل منزل وايضا تفعيل أجهزة الأمن في أسياق ذاته دعا المجلس البلدية الزاوية الغرب ومجلس الحكماء والعين بالمدينة لحشد كل الطاقات والقوة لمساعدة قوات البنيان المرصوصة في حربها على الإرهاب وطالب المجلسان في بيان مشترك المجتمع الدولي بالوفاء بوعوده في دعم الشعب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة حتى تنعم ليبيا بالاستقرار وثمن المجلسان الجهود التي تبذلها قوات البنيان المرصوص في محاور القتال مؤكدان ضرورة البناء الدولة الليبية بعيدا عن العقابة والعراقيل سير المجلس البلد زليتن قافلة مساعدة لدعم قوات عملية البنيان المرصوصة في محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرد وأوضح عضو المجلس البلد بشير البرنان في تصيح لقسم الإعلام المحلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على دعم قوات البنيان المرصوص من أبناء مدينة زليتن وكل أبناء ليبيا لتحرير مدينة سرد وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم يشار إلى نلجة شؤون النازحين ببلدية زليتن وزعت مساعدات إنسانية على قرابة خمسمائة أسرة نازحة من سرد وابوغرين والوشكة إلى مدينة زليتن وفد رئيس لجة شؤون النازحين ببلدية زليتن محمد عريبي انتهاء اللجة من توزيع شحنة إغاثية مقدمة من مؤسسة الشيخة طهر الزاوي الخيرية على خمسمائة أسرة نازحة من مناطق سرد أبوغرين الوشكة وأوضح عريبي في تصيح للموقع الإلكتروني لبلدية زليتن أن إجمالية الكمية التي تم تسلمها من المؤسسة وتوزيعها تقدر بألف صندوق يحتوي كل واحد منها على جزء من السلع الأساسية الضرورية تجولت قناة ليبيا لكل الأحرار في مدينة مصراطة ونقلت صورة أخرى لمعركة سرد صورة تعكس دور النساء في مساعدة من يقاتلون عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة التقرير التالي يرصد جانبا مما تقدمه المرأة في المعركة ضد عناصر التنظيم أخبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله أغردا وأصيلا المشهد يعيدنا إلى أيام الثورة أمهات الثوار لم يتغيرن رغم تبدل الظروف واختلاف العدو القذافي سابقا وما يعرف بتنظيم الدولة حاليا بأيادهن البيضاء وقلوبهن الأشد بياضاء تقوم هذه النسوة بإعداد الوجبات لثوار الجبهات الذين يقارعون عناصر التنظيم في سرد عجائز بأرواح بريئة ونشاط لافت منقطع النظير يقوم بما عليهن من واجب في الدفاع عن الوطن يا سيدي واليدات نعطيهم الله القوة والنصر يا الله يجعون المحفوظين مرعين حليهم على عدهم يا مولاهم يجعون المحفوظين يا رب العالمين هذه عجة متكونة من دحي ومية وحليب ونزل فيها مع الافتاة المبتاة للثوار افتاة ممزوج بطيبة ودف وحلويات لا تقل طيبة عن حلاوة ما يردد حيث الاهزيج الذاكرة لله والشاكرة لفضله تعبئة ليست غذائية وحسب بل هو دعم معنوي قبل كل شيء ترفع من الروح القتالية للثوار وتشد من أزرهم رغم اختلاف التوجهات بفعل الصراعات السياسية إلا أن الحرب ضد تنظيم وحدت الليبيين وجمعت شملهم فليبيا تتسع للجميع نشر مركز بنغازي طبيع عبر صفحة رسمية على موقع فيسبوك صور لبقايا سيارة انفجأت بالقرب من مبنى ثلاجة الموتى بالمركز ظهر الخميس وأشارت مصادر طبية إلى أن الانفجار وقع بالتزامن مع تشييع جثمان آمير غرفة عمليات القوات الخاصة علي المرتجع والذي قتل يوم الأربعاء جرى انفجار لغم أرضي بمحور القوارشة ورجح شهود عيان أن يكون الانفجار قد نجم عن تفجير سيارة مفخخة كانت مركونة قرب ثلاجة الموتى أكد مصدر من مجلس شرى ثوار بنغازي تجدد القصف من قبل الطيران التابع لعملية الكرامة على جميع محاور القتال بالمدينة وأشار المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن عناصر المجلس رصدوا تحليقا لطائرة دون طيار فوق مناطق لغوارشة وبصنيب وغنفودا قال مصدر من مجلس شرى ثوار بنغازي أن قواتهم صدت هجوما وصفه بالواسع شنته قوات عملية الكرامة على محاور غرب المدينة وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوية أن قوات الكرامة قصفت عددا من المناطق السكنية بشكل مكثب لافتا إلى أن حجم الأضرار الذي طال الممتلكات الخاصة كبير وفق تعبيره ونفى المصدر خبر مقتل المسؤول العسكري بمجلس شرى ثوار وسام بنحميد في معارك يوم الخميس كما نشرت النافذة الإعلامية التابعة للمجلس صورا يظهر فيها بنحميد صحبة قوات الشورى أكد رئيس المجلس رياسي لحكومة الوفق الوطني فيسس الراج أنه لن يتم استبعاد أي شخص من الجيش الوطني مادما يخضع للسلطة السياسية المركزية وأضاف السراج في مقابلة مع وكالة رويتز للأنباء أن الجهود الرامية لتوحيد الفصائل الليبية المتحاربة تحرز تقدما مؤكدا أن الليبيين هم الذين يقضون على ما يعرف بتنظيم الدولة وشار السراج إلى أن ما تم إنجازه من إجدابيا إلى سرط ومن مصراتا إلى سرط جيد مقارنة بالإمكانيات لدى قوات البنيان المرصوص قائلا أن حكومة الوفاق تعمل مع قوات من مدينة مصراتا ومدينة إجدابيا لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وشدد السراج على ضرورة استعادة ليبيا لسيادتها في معالجة أزمة المهاجرين غير النظاميين قائلا أن تدمير القوارب على شواطئ ليبيا ليس حلا ويجب حل المشكلة انطلاقا من البلدان المصدرة للهجرة أكدت وزارة الخارجية الأمريكية ما يعرف بتنظيم الدولة حقق مكاسب في ليبيا نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد وأوضحت الخارجية الأمريكية في تقرير لها أن التنظيم خسر مواقع كبيرة في العراق وسوريا خلال النصف الثاني من عام 2015 مضيفة أنه استطاع التمدد في ليبيا حيث يقدر عدد مقاتلي فيها بخمسة آلاف مقاتل حسب نص التقرير وأشارت الخارجية الأمريكية لأن التنظيم أحكمت سيطرته على مدينة سرد ومنطقة الساحل المحيطة بها وسعى إلى السيطرة على الهلال النفطي قائلة إنه خسر معركته في مدينة صبراتا ودرنة قال وزير الدفاع الفرنسي جونيفا لودريان إن بلاده تعمل على جمع معلومات استخباراتية بخصوص ليبيا وأكد لودريان في كلمته أمام لجهة التحقيق البرلمانية في الموارد التي خصصتها الدولة لمكافحة الإرهاب أكد استعداد فرنسا لتحريك قطع بحرية لمكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة عبر السواحل الليبية تحديدا حسب ما نقلته صحيفة أطلس أنفو الفرنسية وأوضحت الصحيفة أن فرنسا قرت في أكثر من مناسبة بأن طائراتها العسكرية تحلق في الأجواء الليبية لجمع المعلومات ولم تؤكد وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا تعمل في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية وقال البحث في شان الليبي أحسين جيدل في نشرة سابقة أن أمريكا وضعت خطة للقضايا على ما يعرف بتنظيم الدولة لا تسمح له بالتمدد مشيرا إلى أن فرنسا ألقت بثقلها على ليبيا كي تجعلها منطقة نفوذ لها على غرار توسع نفوذها في منطقة شمال إفريقيا العبارات الأخيرة التي ختم بها تدخل وزير الدفاع الفرنسي تدل على أن هناك عمليات رباناجوية أو عمليات كوماندون ستكون في الأيام القادمة وأن فرنسا ستكون عضوا أساسين وفائلا في هذه العملية لأن يمسى أن وزير الدفاع الفرنسي ينتمي للسقور الموجودة في النظام الفرنسي وهو يمثل الجناح الذي يريد حالا أسكريا في ليبيا وقد حاول تكره أمريكا وأنه هو عراب المحوى الاستراتيجي لعام مصر انتشل فرع الهلال الأحمر بمدينة الزوارة 117 جثة لمهاجرين غير نظاميين على شواطئ الزوارة مساء الخميس وأشر فرع الهلال الأحمر بالمدينة إلى أن عمرية الانتشار تمت بالتعاون مع مديرية أمن الزوارة والغرفة الأمنية الزوارة والبحث الجنائي وقال رئيس قسم التحقيقات بمركز شرطة الزوارة فائق أحمد المركز قام بانتشار هذه الجثث بالتنصيق مع حرس السواحل والهلال الأحمر فرع الزوارة لافتان إلى أنهم تواصلوا مع الطبيب الشرعي من أجل الكشف عليها قد تم استدعاء فريق الطب الشرعي الزاوية على الفور لبوا النداء وحضروا إلى المدينة الزوارة حيث قاموا بالكشف على 42 جتة ولم يتمكنوا من الكشف على باقي الجتة وسوف يقومون يوم غدا من الكشف على باقي الجتة أشارت وكالة ريتزي لانبايل أن عملية صفية لمكافحة تهريب البشر لن تتمكن من دخول المياه الإقليمية الليبية دون طلب من حكومة الوفاق الوطني وتساءلت عن مصير المهاجرين غير النظاميين مع توسيع عملية صفية لمهامها قائلة أن مسالك تهريب البشر في ليبيا أصبحت مزدهرة حسب وصفها التفاصيل في هذا التقرير مسارات خطيرة لتهريب المهاجرين تزدهر في ليبيا عنوان لتقرير نشرته وكالة ريتزي للانباة نقلت فيه شهادات عددا من المهاجرين غير النظاميين عن طريق الهجرة من ليبيا إلى أوروبا وأشارت إلى أن مهرب البشر يقومون باحتجاز المهاجرين طيلة أسابيع قرب السواحل الليبية قبل انطلاق الرحلة إلى إيطاليا في زوارق خشبية ومطاطية بعد سلسلة رحلات لزوارق أرسلت مئات المهاجرين إلى حتفهم في البحر المتوسط أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن قرابة تسعمائة مهاجر غير نظامي توفو أثناء محاولتهم عبور المتوسط الأسبوع الماضي وضافت أن الطريق من ليبيا إلى إيطاليا شد خطورة من الطريق إلى اليونان حيث تقدر فرص الوفاة بواحد بين كل 23 شخصا إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضرورا من تدفوق المهاجرين قالت أن أعداد الواصلين منذ بداية العام الحالي انخفضت بنسبة 2% عنها في الفترة نفسها من العام الماضي أي ما يقارب 40 ألفا أغلبهم من نيجيريا وإيرتريا وجامبيا والصومال وقالت أنه بمرور المهاجرين عبر ليبيا يدخلون في شبكة تتاسم بالفساد والانتهاكات وغياب شبه جامل لسلطة الدولة رايتروس قالت أن الكثير من المهاجرين الأفارقة يبقون داخل هذه الشبكة لشهور وربما لسنوات حيث يستقر بعضهم أو يعودون إلى ديارهم بينما يجمع البعض المال لموصلة الرحلة إلى أوروبا وتتحول قلة إلى الجريمة وينتهي بهم الحال للقتال في السراع الدائري في ليبيا ومع توجه المجتمع الدولي لوقف عبور المهاجرين في البحر المتوسط يبقى الجنوب الليبي نقطة النشاط الرئيسية والبيئة الخصبة لتهريب البشر وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 230 ألف مهاجرين في ليبيا ينتظرون عبور المتوسط مشيرة إلى أن العدد الحقيقي قد يصل إلى أكثر من 700 ألف مهاجرين غير نظامي نشاطنا متواصلة وفيها رغم صعوبة ظروف العيش وقلة الصيولة حملة لتقديم ألف سلة غذائية تستهدف النازحين بمدينة درنا بمناسبة الشهر المبارك ارتفاع حصلة اشتباكات قوات عملية البنيان المصوص وما يهرف بتنظيم الدولة 12 قتيلا و36 جريحا وغرفة العملية الخاصة تعلم الحدود الإدارية لسرط منطقة عسكرية الطيران التابع لعملية الكرامة يقصف جميع محاور القتال ببنغازي وطيرات دون طيار تحلق فوق مناطق لغواشا وبصنيبا وغنطولا فإذا سراج يقول أنه لن يتم استبعاد أي شخص من الجيش الوطني مدام يخضع للسلطة السياسية المركزية ويؤكد أن الليبيين هم المدينة سيقضون على ما يهرف بتنظيم الدولة أعلن مصف ليبيا المركزية ترابولوس أنه أرسل شحنة مالية إلى المصف المركزي فرع سبا دون أن يحدد قيمتها وأضح مصف ليبيا المركزي عبر موقعه الإلكتروني أنه سيتم توزيع هذه الشحنة على المصارف التجارية في الجنوب من جهة أخرى أعلن المصف شروعه في تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر إبريل للعام الحالي لكافة قطاعات الدولة الجدير بالذكر أن مصف ليبيا المركزي تسلم ذهر الأربعاء شحنة مالية قادمة جوا من بريطانيا تقدر بـ 112 مليون دينار ونصف هبطت يوم الجمعة بمدينة الزوازوارة طائرة عمودية تابعة للإسعاف الطائر بشكل اضطراري دون وقوع أي خسائر بشرية وأوضح الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة زوارة حافظ معمر أنه كان على متن الطائرة عشرة أشخاص لافتا إلى أنها كانت قادمة من مطار مئتيجة باتجاه مطار زوارة وأضف معمر أن الهبوط جاء نتيجة خلل فني في أحد المركبات مشيرا إلى أنها نزلت بشكل سليم حسب قوله تتنافس الجمعيات الخيرية في مدينة درنا خلال شهر رمضان الكريم في تقديم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة داخل المدينة والمشاركة في مختلف الأنشطة التي من شأنها تقوية أواصل العلاقات الاجتماعية بدرنا التقرير التالي يستعرض جانبا من هذه الأنشطة هي درنا مدينة الخير وأرض الخيرين يتكاتف أهلها قبل شهر الفضيل لمساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود جمعية سيد الشهداء بدرنا تطلق حملة هي الخميسة لتقديم ألف سلة غذائية وتوزيعها على النازحين بالمدينة تطلاق حملة وهذه الحملة باسم حملة الدينار واحد لشهر رمضان الكريم بحيث تم مساعدة الأسر الفقيرة والنازحة في هذه المدينة وهذه الحملة لها العام الخامس على التوالي هذا بفضل الله وبفضل جهود أهل الخير مشرف الحملة قالوا إنهم جمعوا مئة ألف دينار ليبي تبرعات من المواطنين مشرين إلى أن السلة مكونة من مواد غذائية مختلفة تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر المبارك كما قامت الجمعية بحصر بيانات المستهدفين بالسلة الغذائية لضمان وصولها وفق خطة منظمة تحفظ خصوصية الأسرة وكرامة ذويها ممن اضطرتهم الحاجة رغم الجراح وشضف العيش وقلة السيولة درنا بجرحها الواحد تحاول لملمة سكانها وإحياء ما قتلته الحرب داخل المدينة تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم عن ظره المغربي بهدف لهدف ضمن تصفية الأمم الإفريقية لكرة القدم القابون 2017 وسجل المنتخب المغربي أولا في الدقيقة السالسة والثلاثين من زمن المباراة عن طريق نبيل درار وعدل سند الورفالي النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لمنتخبنا الوطني وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخبنا إلى أربع نقاط في منال المنتخب المغربي النقطة الثالثة عشرة إلى عنوين النشر ارتفاع حصيلة الشباكات قوات عملية البنيان المصوص وما يعرف بتنظيم الدولة الاثنى عشر قتيلا وستة وثلاثين جريحا وغرفة العمليات الخاصة تعلن الحدود لدارية لسرط منطقة عسكرية الطيران التابع لعملية الكرامة يقصف جميع محاور القتال ببنغازي وطائرات دون طيار تحلق فوق منافق ريجوارشا وابوسني بواغنفودا فإذا سراج يقول أنه لن يتم استبعاد أي شخص من الجيش الوطني مادام يخضع للسلطة السياسية المركزية ويؤكد أن بذينهم الذين سيقضون على ما يعرفوا بتنظيم الدولة فتام النشرة في النهاية اشتركوا في القناة